انتخب أعضاء غرفة التجارة والصناعة بدهوكا الأحد شكري جميل نوري رئيسا للغرفة ولطيف عثمان ومسعود سليمان نائبين له وفي أثلاثين من تشرين الثاني الماضي انطلقت انتخابات غرفة تجارة والصناعة في محافظات أربيل دهوك سليمانية وحلبشا وتضم غرفة تجارة وصناعة أربيل وسليمانية ثلاثة عشر عضوا لكل منهما ودهوكا أحد عشر عضوا أما حلبشا فتضم تسعة أعضاء ومن المقرر أن ينتخب أعضاء غرفة تجارة وصناعة أربيل يوم الاثنين رئيس الغرفة ونائبيه وكان أعضاء غرفتين التجارة والصناعة في سليمانية وحلبشا انتخبوا خلال يومي الثلاث والرابع من كانون الثاني الجاري رئيسي الغرفتين ونوابهما ترجمة نانسي قنقر